زي أي قصة حب حلوة بدأت قصة داليا حبت جوزها تخطبت له منه هو ما في الجامعة ربنا وقف لهم ولاد الحلال عشان يتجوزوا عمته ساعتها قدته شاقتها الإيجار القديم عشان يتجوزوا فيها وساعدته إنه هو يشتغل في شركة وشغلت داليا في نفس الشركة أول ما تخرجت والحياة كنتماشية حلوة قوي لحد ما العمّة دي اتوفت ولادها خدوا الشاقة اضطرت داليا وجوزها إنهما ينقلوا لشقة تانية إيجار بس قانون جديد بعد ما كانوا بيدفعوا خمسين جنيه إيجار بقوا بيدفعوا ثلاث تلاف ونص فجأة داليا بقيت حامل في ابنها التاني محتاجة إنها ترتاح خدت أجهزة من الشغل بنتهم محتاجة مصاريف المدرسة الخاصة اللغات وبقى جوزها بقى تاية مش عارف يعمل إيه هي يجيب منين حاول يدور على شغل تاني معرفش بقى دايما متعصب بيتخانق على أي حاجة خس جدا لحد ما فجأة ظروفه اتغيرت ظروفه بدأت تتحصل بقى يجيب لهم كل اللي هم عايزينه بيعزمهم على خروجات وفوسح داليا اكتشفت إن جوزها تجوز مديرته في الشغل مع إنها مش حلوة خلص زي ما هي قالت وأكبر منه في السن بس بتحبه وقفة جنبه هي السبب إنه ظروفه تحسنت داليا عرفت خدت عيالها وسابت البيت ودلوقتي مش عارفة تفكر مش عارفة تعمل إيه عشان كده منوارنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمود استشارية الطب النفسي عشان نشوف هنعمل إيه زيك يا دكتور حمود زيك يا سيد هنتخانق هنتخانق لازم والله أقول لك الحاجة أنا بقيت بحسي كده اللوه الإزاعي أبص على القصة أعرف مين الضيف بس خلاص على طول عرفت خلاص ما أنا جاي عشان أتخانق معك أنا جاي النهاردة بس أنت تحب الخناقات أو إن أنا هدفع عن أي حد بيبعتلي حتى لو هو ملوش حق إن أنا دفع عنه بشوف ما بينه السطور أيوة أنت خبيرة إيه رأيك الأول في اللي عمله ولاد العمّة هل أنا من حقي لو أمي قدت لحد حاجة وتوفت من حقي نقول يا عمّة زي ما في عيال بتقول كده البعض مثلا إخوتي يقول له عمّة بابا قال له هو عايش بابا ميت هاتوا حاسبني هي غلطة عمّته من الأول ليه بقى؟ سيدة اللي كتحسنة تنية دي غلطتها عشان كتحسنة تنية زادة عن اللزوم حتى مع عيالها كانت عايزة تدهالة وكانت نقلت عقد التمليك بإسمه أو عقد الإيجار القديم بإسمه أو عملت أي حاجة تؤكد إن هي الشقة بقت بتاعته عشان ما فيش حد ييجي بعد ما هي تموت يقول لهم لا معلش أنت الشقة بتاعتنا وانا ليه تبني الشقة بتاعتنا وانا ممكن أعمل كده؟ هي ستة غنية ومقتدرة وبتساعده لأنه هو قريبها فعادي يعني أنها تبني كده وإيه عشان غنية ييجوا يورسوا من أبويا وامي وإيه؟ يعني إيه المشكلة؟ طالما هي قرارت تعمل كده مع هامين قال إنها مش مطلعة على الفلوس دي صدقة ولا مطلعها زكاة ولا وبعدين دي شقة إجار قديم طب ده حق من حقوق الأولاد ما هي الشقة حتى تمليكي يعني فيها مدهاله لا ده شقة إجار قديم حق من حقوق يعني ده حق من حقوق ولادها لا هو هو ولادها ما نقدرش نلمهم بس هي اللي غلطانه أنا لومها هي هي كانت المفروض تنهي القصة دي في حقاتها عشان ولادها ما يجوش يقوله الكلام ده كانت كدها بتوصية إنه الشقة دي إجار قديم وهو يعرف بالقاعد فيها ما يطلعش السبت لما تلاقي إنه جوزها تايه بيخس مش عارف يجيب مصاريف منين مش عارف يعمل إيه أول حاجة الدعم النفسي بيبقى عمل إزاي أعمل إيه؟ يعني تدعمه نفسيا في إيه بقى بالزبط أصل هو الدعم النفسي ده مش هأكلها ولا يشربها فاهماني يعني برضو إحنا فاهمين الدعم النفسي غلط إحنا بنحاول ندحك على نفسينا في أوقات كتيرة ونقوله إحنا هندعم بعضها نفسيا بس دي ضغوط اقتصادية مضطرة إنها تعيشها هنعمل إيه؟ فهتدعمه نفسيا إزاي؟ ما هي نفسها هدغوطها اقتصاديا وبعدين وهي نفسها هدغوطها اقتصاديا هي نفسها عايزة تدخل على المدرسة مش عارفة عايزة تجيب لهم لبا مش عارفة عايزة تجيب لهم أكل مش عارفة مش عارفة تدفع فواتير الكهربة ولا فواتير المية ولا فواتير طب هتعمل إيه؟ ما هي برضو رخرة مزنوقة أيوة هنقعد كل يوم نتخانق مع أولى الموضوع ده؟ مش بنتخانق إحنا مش بنتخانق بس أكيد في حاجة منخص علينا عاشتنا لازم بقى التفكير بره السندوق إذا كنا عايزين نفكر في حلول فلازم نفكر في حلول بره السندوق ما ينفعش نفضل قاعدين نقول طب هعمل إيه؟ طب ما هو مفيش كان ممكن يسيب شغله مثلا ويدور على شغل تاني بمرطب أكبر كان ممكن هي تقرر أنها تنزل تشتغل وتشارك معايا بدل ما هي فضلت قاعدة في البيت كان ممكن يفكر أن يدخل في مشروعه مع حد من أصحابه أو زميله ويفضل في شغلته كان ممكن ميت حاجة تانية لكن الحقيقة يعني أنا لومه شوية هو خاد الحل الأسهل أنه هو يتجاوز وحده تصرف عليه ولومها هي كتير لأنها مقدرتش أنه هو ضحى يجي تضحيف حد زادها تضحيت إيه معلش؟ بتقول لك الستة وحشة وكبيرة وأضحى بنفسه فمقابل أنه يمكز الأسرة ما تستفزنيش أنا ما تكلم لجهة الرجل ضحى بنفسه ما تستفزنيش بيان فمقابل أنه يمكز الأسرة هي فمتقدر تضحيته هو كان عنده حلول أخرى بس هو برضو ضحر كسلي يعني هي لو كانت حلوة ما كنتش هتحس أنه ضحى لا لو كانت حلوة كنت شكت وممكن ترأيها حلوة على فكرة بس داليا غيرانة لا لا داليا بتقول وحشة وكبيرة يا سلام وحنا بنصدق داليا بقى ما هو ممكن يكون كبيرة دي وفي رجلة بتقول لك أنا خدها كبيرة عشان الاحتواء احتواء إيه بس؟ أمومة واحتواء وهو عقلة واضجة وهو فهمه عايزة إيه وهو فهم وهو عايز منها إيه وخلاص وهو بيحب داليا ومازال بيحب داليا ومعملش كده غير عشان يحاول يحافظ على الأسرة وعشان يوفر لهم احتياجاتهم فأنا متعاطف مع الرجل ده تمام؟ مطعاطف مع الرجل أنت جايت أتعاطف ما؟ آآ أنا جايت متعاطف مع الرجل ده دكتور حموء ما قادت دكتور حموء ما تستفزنيش والله ما يرفعش كده يعني متعاطف معا مثلا متعاطف معالي إيه؟ عشان هو ملقاش فرصة تانية أن يساعد أسرته هو ملقاش حاجة تانية نعم يا دكتور يعني إيه دكتور كده بتشجع على أن كل بيت بقولواحد ملقاش فرصة لقى ست واشمعنا جوزنا اللي يعمل كده طب انا هقولك حاجة تتعاطف ايه هقولك حاجة هقولك حاجة دلوقتي هم وهم عايشين عصفورين جمال وفقرانين ومش لقين يكلوا كانت الحياة جميلة؟ كانت هي مبسوطة وصعيدة؟ ولا كانت الحياة سلبية وسيئة وفي كل يوم في مشاكل عشان احنا مش عارفين ندفع لورانا فايه فلما انت جبت لنا واحدة جميلة معنا طرف تالت بقيت الحياة ألز ايه على الاقل ما فيش الضغوط المادية والحياة بقت احسن الخناقات اللي كانت كل يوم على الفلوس راح تنتهد فاهماني؟ وهي ما عارفتش انه هو متجوز غير لما بدأت تشك وبدأت تشوف الشغل اللي الستة قلت لها هو انت بقى دالية والكلمتين اللي حصلها دول لكن هي طول ما هي كانت قاعدة في البيت هي ما تعرفش انه متجوز ولا حست بأي فرق والحياة كانت ماشية طبيعي انت عارفة انت فكرتيني بقصة حد جاء لي العيادة واحدة ستة جاءت لي العيادة جوزها قرر انه يتجوز عليها تمام؟ فهي قررت انها تطلق وتقول له لأ انا عزم هتطلق ازاي تتجوز علي ومش عارف ايه وبتاع اتطلقت وبعدين بعد شوية قعدت سنة وحبت واحد متجوز وفقت انها تتجوزه جاية تسألني انا كده صحة ولا غلط يعني انت اتطلقت من جوزك هو عملها ترومة عملها ترومة فاتطرت انه يتتحط في الموضوع عشان تقبل انك تتجوز وتبقي الزوجة تانية خلينا نقول دالي هترفض انها تبقى الزوجة تانية تم استنم بس ان عايزو لها كل حد احيانا مش هيجيلها فرصة غير انها تبقى الزوجة تانية احيان عايزو لك كل حد ليه؟ مافي بيتجوزوا لسه ماتجوزوك بص انت بتتعمل ايه؟ عندها عيال شوستا لك كنت كلمك في حاجة تانية خلتني عملك زي عندها عيال عندها عيال ومطلقة فاييه؟ في الان هذه اللذي تكون بخته الأول وحظه متلاء؟ متلقه مع حيال يقول لي الجواز scream انت تبقى احلى جواز أيوا الجواز التانية ايه جواز التانية هيتجوزها راجل متطلق ウيجوزها راجل أرمل هيتجوزها راجل عنده عيال وايه يعني بس مايجمليش واحدة تانية ولهو في الاخر هتبقى هيالتانية برضو ليه هوا هيكون متلق وارمل أفر كانت مع الجوزة الأولى الزوجة الأولى يعني انا هقول لك كمان مر عيدها لك يا مامر شوفوا أنا بيتكلم بهدوء ذلك أنا مشمريني اللي أخذت بلق والله العظيمة يعني أنا أخليني مع جوزي اللي تجوز علي عشان لما أنا هاجي أتجوز الجواز اللي بعدها لما ربنا يكرمني كده ويديني حد يستهيلني لازم أبقى أنا التانية غالباً غالباً هي واحدة عندها عيال ومطلقة ففرصها مع أرمل مطلق واحد متجوز أنت بتساهم في أن المجتمع يبوز أكتر أبداً لأنا بساهم في أن يحافظ على الأسرة وهي كان عندها مشاكل نفسية ولا هي اللي بتضبور بزنة على خراب عشو قعد تدور عشان تتكتشف أنه متجوز واحدة تانية بس أنا أقول لك الحاجة ما خلفي ما تقعد سكتة في قصة بقى بتقول لك أنت فكرتني بالقصة اللي جاتلك في العيادة يعني أنت بتقول تقعد سكتة ماشي أنا معاك تعالي بقى تديك قصة تانية بتقول لك أنا عرفت أن جوزي متجوز علي فتحت شبوقي سيبته لما مات قالوا لها أنت كنت عارفة قالت لهم آه بس أنا لو كنت اعترفت بالكلام ده كان هي أقسم الأيام بيني وبينها وكان هيبقى موضوعي ووضح الله يا سلام طب هيداليا عرفت بقى أنا دلوقتي بزنة حانت اليك الله يعني أنا كممكن أعمل لهم كمين هي غلطانة بقى من الأول وخالهم يتعالجوا نفسيا هي كدت فهم وبس أنا دلوقتي خلاص أنا أنا معرفت شمسك نفس ده معنى أنه داليا غلطانة أنها بدأت تعمل كده وبدأت تدور كانت المفروض هي فهمك وتسكت ما تعملش حاجة والله لأنه كان هيفضل بيروح للتانية ساعة ولا ساعتين وترزل لداليا واخدى الوجهة الأساسية والحياة الأساسية يعني أنا أعود أربع لحبوب نفسية ومهدئات وعمل نفسي مش عارفة انت شايف الرجل ده خين بزمتك خين خين بس انت شايف الرجل ده خين يعني هو استغل الست ها الست اللي من دمه لحمه ومحتاج مشاعر أنا ملأ هو استغلها لا خالص ده اللي استغلته مين هي الست الثانية الست مديرته اه طبعا ده هو اللي استغلتها بهي اللي قررت تعمل ده هي اللي عجبت ديه وقررت انه تجاوزه وتفاكر انه هو ما بيحبهش وتصرف عليه كمان هي اللي قررت تعمل كده مش ممكن يكون هو اللي راح توردت لها طب اقولك حاجة طب سهل قوي يطلق داليا تمام؟ ويعيش تانية بقى ما هو بيحب التانية هتزرف عليه وتبغدده ويطلق داليا ويسيب عياله عمل كده ما هو ممكن يعمل كده ما عملش كده له هو بيحب التانية بقى ومعجب التانية وابتاع ولو عمل العكس طلق الست انتواحدة بالك باست هو ما عملش كده هو فضل ايه؟ ده بياخد من التانية عشان يدي عياله والتانية عارفة وموافقة ده بيجي لأنه مين الاستغلل مين؟ ده مش خاين مين الاستغلل مين؟ مين الاستغلل مين؟ هو بيجح خلاص وما تزعلش مني هو ما عندوش دم هو هو احنا مش مشاعر هو احنا فلوس بس يعني انا ضحي بجوزي عشان يعيالي خشه مدارس هو اختار الطريق السهل هو غلطان انا ما قلتش ان هو مش غلطان هو غلطان هو غلطان اختار الطريق السهل لا لا انت قلت ان هو غلطان لان ما انا ضغطت عليه لا لا انا اي من الاول لا دتا كان عجبك دلوقتي وشايف بطل لا 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 دتا كنت بتحلف فيه تبستاني بس انا من اول الحلقة بقول ان هو غلطان واشي المسئولية بس انا متعاطف معاه وهو اللي عمله دا مش اسوأ حاجة ده انت عمرك متعاطفت مع حد لا انا متعاطف معاه الحقيقي انت اول واحد تتعاطف مع راجل خاين وباع نفسه مش خاين هو مش خاين هو باع نفسه هو دي انا معاك هو باع نفسه بس هو مش خاين فعلماني هو ما خانش مراته هو اضطر بيا نفسه ويتجوز واحدة اكبر منه ووحشة عشان يساعد اوسرته ويحافظ على البيت دكتور حمود وكان ممكن فانت بقى لما تقولها لا انت عندك حق تقوم رايحها تعمل ايه بقى هتطلق ابدا هتقفل البرنامج ومتفرقش على سرعة بسالان تاني معقولها معاينك مقولش على جوزة ان هو خاين من الاول مقولش المسميات صح اللي هو انت قلت هو مش خاين مش خاين ده راجل هو مش خاين الخاين ده الخاين ده اللي يرغب يقوم انا اول مرة في قصة حقيقية هتطر هقوم يعني ايه مش خاين الخاين ده اللي قرر انه يعمل حاجة لمصلحته هي دي الخيانة لكن هو عمل ده لمصلحته هو كسبان ايه من وراء يعني الراجل الفقير اللي بيتجوز عشان يصرف على عياله فهو مش خاين لكن الراجل الغني اللي عايز يمتع فهو خاين عروف حلقة دي انت متفكرني مين حقولك بس استخدم فارس UF ات قرلي بايه ايه تفكرني ب اول حلقة لي معاك كانت ايه كان راجل تجوز على مراته كان قصة ملكة النحل واي ا brow كان راجل التجوز على مراته اول حلقة خالص كان راجل برضه تجوز على مراته بص تجوز على مراته عشان الست دي حكت عليه الستة دي حكت عليه وبعدين هو اعترف انه غلطانه وكان عايز يطلق دي اول حلقة خالص! كانت الموسم الاول ولا التالي انا عايز اشكر الراجل دي لانه راجل محترم وكرر انه عايز يطلقها لكن انا مش عايز اشكر الراجل اللي معنا النهاردة لاني مش مصدق طب هو سابر دالي الاختيار قال لي اعمل ايدي انت عايزها دالي هو ازاي سايبها صاحب قالها شهر كده سايب لقى الاختيار عايزها تطلق هتطلق هيتطلقها الراجل وهيستغنى عن التانية بسهولة كده انا مش هستغنى عن التانية هي التانية حلطت له مشاكل كدير التانية مغلطتش في حاجة التانية جات ساعدته يعني التانية هتبقى اغلى من الأولى لا! مش اغلى من الأولى بس مغلطتش في حاجة هو انت عايز تاخد كل حاجة؟ ساعدته مانا مش هشل القيلة اهو؟ خلاص هو دلوقتي ما يقدرش يظلم التانية او يظلم الاولى هو هيساب لهم الاختيار هو ظلم نفسه هو راجل طيب هو ظلم نفسه فاهم هو طلب عشاهم كل ده عشان خاطر عيالي ومدرتي ما برضه هو هيعمل ليه انتو عايزيني يقطع نفسي مدينة روحت له يا وحشة ومدرتي وبالطار ان انا شوفها كل يوم وابقى معاها عشان خاطر عيالي وعشان خاطر حمودة لا دكتور حمودة انا مش قادرة لا 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 لما اتجاوز داليا بالاول وهو ظروفه المادية من ايلا بستين يلي وهو بيتجاوز في شقة عمته بايجار قديم وهو مرتبه زي الزفت عشان كان بيحب داليا ادي اخرة الحب يعني انت قبل ما تتجاوز اسمعيني بس الفلوس اهمة بالمواد ده والرحمة والسكينة عايزة اقولك حاجة مهمة دلوقتي هو لما اكرر انه يتجاوز هو غلط اه غلط ليه؟ لان دي ظروف منايلة ما كانش فيها يتجاوز فيها لكن هو قرر انه بيحبها وقرر يضحي عشان يتجاوز داليا ويتزنق ويستلف من عمته شقتها ويعمل مش عارف ايه ويتحيل عمته وتوظفه فهو غلط في الغلطة دي لقولها لبس اول غلطة بس ده بسبب الحب بدعي الحب وبدعي الحب غلط الغلطة التانية انه عايز يساعد اسرته انها هتكمل دكتور حمودة اقولي الفلوس اهم من الحب فلوس ايه بس فين الفلوس اللي في الموضوع يعني طول ما مفيش فلوس الحب ده هيروح عارف المثل اللي بيقولك ان لو دخل الفقر من الباب هاريب الحب بالشباك الكلام ده حقيقي انا ضد كل ثلاث تربع الامثال اللي اتعاملتهم طب بس الكلام ده حقيقي يعني مفيش سكينة ومواده ورحمة ايه علاقة السكينة ورحمة طب ما انا ممكن انا رح اخد الفلوس يا حمودة انا ممكن رح اخد الفلوس يا دكتور ولا ان انا مش قابلاه يا من انت خليك وقعية وقعية في ايه يعني انا بكل يوم مع راجل مش قابلاه عشان معاه فلوس مش كده خالص ده انا هتطلعه مش اسوياء لان انا مش قابل مبسوطة وهو ما حدش قال كده لكن ايه علاقة السكينة والمواده والرحمة بان احنا مش لقين ناكل مش لقين ناكل عيالنا مش لازم ان احنا ندخلهم مدارس لغات على قد الحافك لو انت ما عايز بقى الهنسال الصح فهين مدارس لغات في الموضوع هي بتقولك اتعايز تدخل بنتاك ده ما حوش ياسقي حط ايجار شقة تلات تلاف ونص ه VAI بقى الغاذ ايه خلي بالك انت بتتتكلم عن ده بقولك مش عارش خلي بالك تلات تلاف ونص في منطقة شعبية ده كتير ايوه ده كتير gegen allez ده معنى ايه ده معنى ايه لو انتي مش عايشها في البلد مش قوي كده لا فى المناطق الشعبية اللعه كده خلينا نقول المناطق الراقية الشقة فاضية اقارها 10 الاف جنيه لا دي حاجة تانية طيب انتش حاجة تتكلم ايه بقول لك ايه طيب هو الرقية ده أقل حاجة المناطق الشعبية هي كده تلات تلف جنيه ده كده هو مش عارف يدفع الإيجار مدرس لغات ايه اللي احنا بنتكلم عليه مين قال انه هو مش عارف يدفع الإيجار هي بتقول احنا بقى علينا إيجار كذا كنا بنوفر بقى علينا كذا ها معه مش عارف هو مسبوع زن أسودة يعني لما الواحد يتزن يشوف مديرته هو اتعرضت عليه هي جاءت الفرصة لحد عنده فهو قرر انه ساعد أسوده في طريق دي والفرصة بنت جميلة رجبة عجلة ببدال هو اختارها ولحقها انت بتكون جاد انت هتخلي رجالك كلها تعمل كده لا ليه ما هو له فرصة يا اخ يا اخ جالنا فرصة يا هو اختار الطريق السهل انا بقولك انا بالومه ماشي انه اختار الطريق السهل ولكن هو ما كانش قدامه حل تاني فانا متعاطف معاه بس هو اختار الطريق السهل كان ممكن يحاول شوية يحاول يعمل ايه يحاول زي ما بقولك يجيب ستة احلى ومديرة اكبر فهو ما حاولش ولا اول صيبة حالو 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 عارفة انت بقى رجالة اللي بتقوم مطلق امراتها مراتاتها واسيب عيالها ويمشوا عارفة هم دول وانا مش عارفاهم هو انت عارفة ان هم موجودين في المجتمع ولا مش شايفاهم ايوا طبعا موجودين هو انت يتطلقني هتتجاوز واحد تانية يتشحط بيها والعيال هتعمل ايه هو بس دي انه ما حاولش انت عارفة لو قال انه حاول يشتغل ودور على فرصة اثنين وثلاثة في القصة هبقى مية في المجتمع متعاطف معاه طب ما هي قالت كان عمل بينامش وبيخس ومش لاي وقت عشان هو بيقعد غير عدد ساعة هو كان بيقعد غير عدد ساعات العمل الرسمية عشان يشوف مديرته لا ما كان بساعتها بيخس لما بدأ يشوف مديرته بدأ ينام ويربرب ويهزر ويربرب اهه الدولية حلوة في عينه شفتي لو هو بقى كانت ذكر انه هو حاول كل محاولات وفشل كنت هقولك انا متعاطف مع مية في المية مية في المية انا عايزاك تديني تفسير علمي ومنطقي لما انا اسأله ده اه دينيس ليه الستات بتوافق ان انا اعرف مثلا ان الجوز يبقى بيعرف واحدة علي كلامها في التريفون حتى لو كانت نازوة كبيرة حتى لو بينهم علاقة لكن ما تجوزت علي اوعت قعدها في أرابيزي اوعت تساوا بي اوعت يبقى زيها زي ياسي محمد ليه هو دايما كده الستات عندها كونسبت انه انا الرسمية انا اللي في الوجهة انا اللي بقى بينا ولكن لو في نزوات او اي حاجة في الدرس ما عنديش مشكلة انا ممكن اسامح فيها وعديها وفي قويتها ليه في مقابل ان انا اللي بينا وان انا اللي في الوجه انا ام العيال هو ده يعني ام العيال يعني اخدت يعني يعني هي ام العيال هوا كده دي مورسات عندنا طول الوقت على فكرة عارفة من ايام ان دي الملكة مرات الملك والبقين حريم السلطان اللي هو ما حاش بيشوفهم انا الاولانية فانا الملكة اه كلك ووراي كلهم بقى مع حريم السلطان اه دي مورسات موجودة عندنا ده اي وقتان ده نفسره بي على فكرة ده في الشعور العربية بس دي موروثات من زمان ما هو بقولك دي موروثات من أيام الملك والسلطان يعني ده من شمارة لعندنا ككسبتات أنا ما أعطي لي فأهم موروثات موروثات تمام من أيام ما كان في حرام لك يا دائما انت خسنو حتى الأجانب بقى مش كده يعني الأجانب لا الخيانة أكبر من أي حاجة فاهماني فما فيش حاجة اسمها أصل انت أخدني في الدراء إزاي يا مارجريت أزعل منك خيانة إيه اللي أهم ونقول لك هيتجوزها يا مارجريت ما هتيجي تقول لك لا ماجي هيتجوز تقول لك لا طمعك خليه يكلمها ومسر لا لا خالص 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 لكن يتجوزها لا تتطلق تتطلق تثبت عليك خيانة وتتطلق عارف الحكاية دي آه ونثبتها عليه ليه وناخد عشان ناخد مصر سروته طب انت دلوقتي مصر انه اللي حصل ده خيانة ولا مش مصر أنا مش مقنش لمصر يعني أنا بحاول التمسلك أعصار أنا بحاول أنرجع مصر الحلق أنا بحاول التمسل الشخص أعزار مين؟ هو اسمه إيه؟ ما قالوش اسمه ما قالتش اسمه جوز دالي جوز دالي اهو جوز الأولاني دالي آه شفتي؟ اهي بسطت اهو جوز دالي لحدي ما تبقى أنا علي جوز دالي لما نعمة تجري في ايده كده ولاي القرش جري في ايده كده وياخويا لابس ومتشيك وحطت بيرفيوم وبتاعه وتودينه والجبن أسأله فلوس جات منين؟ أولا ليه الحق الناس أل جوزي فلوسك جات منين؟ والله بصي هي فيها أقاويل آه أولا فيها زي الموبايل كده والله لو غيرت الباسورد تاني فيها أقاويل إيه بقى؟ إيه بقى فيها أقاويل ده عايز أحافظ على البيت في النبي ما تسألش وحط لسانك في بقك وخوز كوتي على المهم أني فيه فلوس دالي ما سألوش الفلوس جريت في ايدك منين آه 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 لكن لو أنت بقى أنا بتخريب البيت قولي له بقى أنت اشتغلت في تجارة المخدرات ولا أتجوزت ولا عملت لا أعيز أعرف القرش جري في ايدك كده إزاي؟ ما تقولي يا أخوي بتجيب فلوس منين وروح أجيب أنا كمان فإحنا هيتخرب البيت على طول معروفة يعني ما أسألش؟ يعني بص إياه أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء أنت أبدأ لكم تسوقكم آه معاويل يعني أنا بأخد الفلوس وخلاص لازم معاويلة مش بيجيب لي فلوس وهو المسؤول هو مين اللي هيتحسب في الآخر؟ مش هو كلاس تعافظ على البيت وتسكت هو إحنا يعني أنا أنت عملت غالي مفاهيم كتير قوي على فكرة إحنا تعلمناه ما هو إحنا مش داخلين للجنة سوى أو داخلين النار سوى ما هو إحنا مش عارفين هو بيعمل إيه أسيبك يا خط روح النار لإيه لما أنا ممكن أفوحك أحمدك يا رب فوق إيه ونشحط مع بعض آه يعني أنا سيب القرش إيجري أنا معرفش هو هو راجل بيشتكل وبيروح شغله وبيجيب لي فلوس لازم بقى أنت جبت الفلوس منين أنت عملت إيه أنت تجير أباجورات آه أنت آه إسكت جاء جاب أباجورة وبيبيع إسكت هيا عادت تزن على خراب عشها وتدور هو جاب الفلوس منين أحد ما اكتشفت أنه متجوز واحدة تانية لا خلي بالك مبسوطة هي ريتها سألة جاب الفلوس منين لو كتقعدت سكتت بقى مش كتها تبقى هيا الزجل اللي في الوش الثانية اللي جدت وقال لها أنت بقى داليا لا هي اللي عادت تظهر وتستغرب حكاية الفلوس يعني هي ما استغربت حكاية الفلوس نعم وقعدت تدور ونما راحت الشغل قلت لها أنت داليا فأشك هيك تشك من الأول لقابة أنت للشغل فأشكت أنه متجوز الست دي هي داليا هميمها هي داليا هميمها منظرها إزاي هترجع للشغلة تانية أيوة داليا هميمها منظرها صاد زميلها في الشغل وصاد الست لأنها عندها إحساس أن الست انتصرت عليها الست مدرتها في الشغل والست بقت هي اللي مسيطرة والست بقت هي فهي بقى عندها مشكلة أن أنا متضايقة متضايقة من دي يعني لو داليا إحنا هنا في في إكواليتي أو الروس تساوت هتوافق لا لو داليا استقالت هتريحنا وتريح جزها وتريح المديرة مش هادري عايزة لكلهم يضحكوا يعني الفاق المديرة تيجي تقعد مع أجيبها كمان معايا لا خلاص بقى ما تيجي تقعد معنا بقى لا ما تقعدش معنا ياخد احنا عاملين فراخ عالغات ما تقعدش معنا ده بحعرف اللي هو عاملالك فخد ما تيجي لا ما تيجي المشكل هذين يعني أنا اللي نسحب انت واحدين هى ليه أنا اللي نسحب انا مش هنسحب أنا مش هنسحب انا مش هدخل في صراع أنا أم العيال وزوجته طيب إيه رأيك في رأي تاني كده بيقولك حاجة طيب إنا كده كده خسران مين اللي بيغششك الرأي لا والله أنا طيب وهو عشان تصدقني الاربيس اه لو أنا جبت تلكك عشان تقلح حاجة اه أنا عمالة خاني معهم الصبح عايزة على الاربيس يا جماعة لو أنا دلوقتي قلتلك إنه أنا رأي ده اللي معاي أنا هقول له أنا هعمل نفسي مش عارفة وأكمل معاك عادي وأفضل وراها لحد ما أجيبها الأرض وخلي نفسيتها في الأرض جحيم موافق جدا موافق لو هي عارفة التامل ده تعمله بس ده مكري مدبور وزادنا على خارب عيش وليت أنسحب ومشان لإيه فلوس برضو أقولك حاجة بس الست دي دخلت ساعدتها ما درتهاش ايه بيخدت جوزي ما خدتوش ما خدتوش بهمت لا خدتو يومين في الأسبوع ولا ساعة ده ما كدش عارفة ولا ساعة وهتدخلها عيالها مدرسة اللي هيكت عايزها وبتصرف عليها ومهتمية بيها بس من تحت لتحت دكتور حمودة بجد انت عايزة تقبل بأمر زي ده لا تتطلق ويبقى عندنا مشاكل في المجتمع بتزيد وطلق بيزيد والدنيا متنقلة أصلا وبعدين تروح تتجاوز واحد تاني وتبقى زوجة تانية وتتنايل أكتر المشكلة وهكذا أو العائلة تشرده ويصيعه عشان مش لقيني أكله ده حل؟ ولاك يا دكتور حمودة انا مش متقبلة الرأي الإخر وانا مش متقبل برضو تعنتك ودفاعك المستميد وانت مش شايفها الصورة بشكل واضح داليا عايزك تسنديها وداليا عايزك تقوللها كملي وإلا ما كانتش بعتت الرسالة داليا مش عايزك تقوللها اطلقي مش عايزة تخرب بيتها ومش عايزة تشارد عيالها داليا عايزة تحافظ على بيتها وعايزنا نقول لها انت صح يا داليا وكملي واعملي عبيضة هي عايزة نقول لها كده باينة قوي إذا كنت إنتي عايزة بقى تأخذي دور الفيمينست لا يا داليا ما تتنزليش عن حقك وتطلقي فأنتي بتخريب عليها هي لو كتت عايزة تطلق كتتتطلقت طريق المأذون السهل وهو سيب لها تختار وبعدين إنتي عارفة لو تطلقت هتبقى ثبت المعركة للتانية بدل ما تحاول زي ما إنتي بتقولي كده تطفشها ولا تحاول تعمل مش أبدا لها تبقى ثابت لها الجمل بما حمل وانسحبت وأنا مش عايزة يبقى فيه ألف داليا وفيمينست دي أنا مش مقتنعة بيها يعني الكلمة أصلا ملاش أي تلاتين لازمة ما تزعلوش مني حتى لو فيه فيمينست زي ما بيقولوا بدفع عن حو المرأة أنا بتكلم عن وجع القلوب إن أنا بقى قاعدة كل يوم وعرفة إن الكلام اللي بيتقال لي بيتقال واحدة تانية حتى مسكت إيدك معايا مسكة للواحدة تانية أنا مقبلهاش حتى لو كنت بتأكلنا دهب وهو وجع قلبه هو مش عارف يصرف على أمراته ووجع قلبه هو مش عارف يصرف على عياله وجع قلبه وعياله نفسهم يخشوا مدارس يتبسوا يدوم جديدة وهو مش عارف يساعدهم لو ما كانش لو كان هو ده أنا معاك مين هيساعده مين هيساعده والناس كلها قفلة الباب ووشه ربنا هيساعده ولو كان هو ده آخر حل يا دكتور حمودة كان يجي يسألني وانفكر نشوفها نعمل إيه بس أنا أبقى شريكة زي ما كنت شريكة من الأول أبقى شريكة لغاية الآخر ولو أنا قلتلك روح تجوزها يبقى أنا اللي مسؤولة طيب أنا أسألك سؤال بقى تاني هو متخلي عن داليا ولا متمسك بالداليا؟ ما هو عايز كل حاجة كراجل لا 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 وأنتم بتسيبوا حاجة يا أخويا؟ هو مش عايز كل حاجة أنا عايز ألمي كلها أنا عايز عيالي يبقى حولي وعايز مش عارف إيه وعايز دي تحبني ما هو مستيبلغ الإختيار في الآخر لكن هما متمسك بيها عايز أبقى ديك البرابر هو عايز حد يساعده هو لا السيخة كلها تقفلت فعايز حد يساعده وإذا كنت بتتكلمي عن وجع داليا فوجع الراجل أكبر وهو مش عارف يسرف على بيته باع نفسه يعني لا هو غلطان أن تجوز داليا من الأول أنا بقولك بقى هو غلطان أن تجوز داليا من الأول في الظروف المادية دي ما كانت شفرود تتجوزها يعني يا داليا وقصة الحب العظيمة دي كانت تجوزها فتفضتك ذهنه عن الفكرة غلط وحشة مختلفة معاه بس هو في الآخر نياته كويسة ولا نياته وحشة أنا هسيبك للسوشال ميديا مش الحلقة هتتزع مش الحلقة هتتزع أنا هسيبك الناس يرى ترد عليك مش قادرة رد إحنا نتخنق بردين سنتخنق عشان أبرحتي بقى فاهم عشان الناس تاخد عني فكرة أن أنا بهدوء كده بهدوء ده أنا طالع اتقالوا أنا هتشوف والله